اشتركوا في القناة الأذب كي أقرأ الأذب للايب مع الزقائي البشاد الرطم المتحاركة ماذا أفعل؟ أقرأ أم لا أقرأ؟ أقرأ أم لا أقرأ؟ أقرأ لكي تصبح مفجعة أقرأ لكي تعيش كريما أقرأ ولا تفعل وقتك لا تقرأ لا تقرأ لا تزعل أوقاتك فيما لا يفيد فأملي وقعك فنضر إلا الصلاة معا أقرأي أقرأي فأول ما أعظم من القرآن قاله تعالى بسب الله الرحمن الرحيم أقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق أقرأ وربك الأقرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله الرحيم أقرأي فنحن أمة أقرأ ها لا تقرأي لا تقرأي فلا فائدة ولا زد من القراءة فالنوزة تحاول إلى الظلام والحياة إلى الممات فلما تقرأي لما تقرأي تقرأي للمستقبل تقرأي للتاريخ كي تضمع حضارة وتساهمه في بناء مجتمع سليم أي دو حضارة وأي مستقبل وأي تاريخ تقرأي من القراءة يا بنيتي آه آه جف قزاما جف قزاما ما زال قلبها يمز هماك أمل في شفائها لا أمل في شفائها تقات قلبها توقفت خذها إلى المقبر لم تبد هناك أمل في شفائها بل ماتت لا أمل في شفائها لم تمت! لم تمت! هناك أمل في شفائها بل ماتت! بل ماتت! لا أمل في شفائها ما زلت أحب حياتي وأرفض اليأس فالآن افتنعت أنا كم ألبم أصدقائي فلعمه نور وشهر عار ظهر الحق وزحق الباطل إن الباطل كان ذوقا من ذرق درمة الجهل أدرك أن العلم نور فيا ربي زدني علما كي أفعل راية الأمة العلم تبيل الجنة وبه الأمم تسلم وتحيا العلم نور ينير الدربة في الظلام بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رمو الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدكم على كل مسلم وقال رمو الله صلى الله عليه وسلم